و لعلي أتفرع من هذا الأمر و أذكر أنه موضوع مثل طرق الإثبات أيوة يعني سلطات التحقيق عندها طرق الإثبات المعتبرة فيما يتعلق بإثبات الحق العام أنا هذه و أريد أن نحط لها عنوان حقيقة لأنها مهمة جدا حتى المشاهدين الكرام و أريد أن يعونها اللي هي ما يتعلق بطرق الإثبات في القضايا الجنائية و إشي طرق الإثبات في القضايا الجنائية و كيف أنه لو أنا صاحب حق مثلا و أصبحت مجنيا عليه و إشي طرق الإثبات التي أثبت فيها هذه النقطة أو هذه الجنائية أو اللي رجال الضبط الجنائي أيضا أنهم يمارسونها لكي يثبتوا هذه الجنائية طيب أولا فيما يتعلق نسميها مثلا طرق الإثبات في القضايا الجنائية طبعا أول شيء فيما يتعلق بطرق الإثبات المتعلقة بالدعوة العامة أو الحق العام يعني أنت مكفي سلطات الضبط و السلطات التحقيق في النيابة يعني يعرفون شغلهم بيطلبون مثلا أشياء معينة مثلا مثلا يعني تقرير مثلا الطبيب الشرعي تقرير مثلا الكيميائي تقرير الفئة التي يسمونها الخبرة نعم التقاريس تقرير محاسب قانوني تقرير مثلا كشف بنكي مثلا المتعرض من قضايا الاحتيال أو الفوريكس أو الأشياء هذه مثلا يطلبون مثلا تقرير كشف بنكي يثبت حركة الأموال منك أنت يا صاحب الحساب المتعرض للاحتيال مثلا قضية اختلاس مثلا يطلبون تقرير محاسب هذه طرق إثبات تطلبها سلطات الضبط الجنائي و سلطات التحقيق كمثال يعني وفيه مثلا من طرق الإثبات اعتراف مثلا الجاني أو اعتراف المدع عليه الشهادة والنظام أيضا فصل في موضوع الإقرار والشهادة بحيث أنه وش الشهادات المعتبرة وش الشهادات الغير معتبرة وش مثلا المطاعن في الشهود بحيث النظام كفل لكل حق يعني حتى مثلا جانب المدع عليه ليس عليه طلاقة مثلا لما يشهد ضده من حقه مثلا أنه يدفع هذه الشهادة ووضح النظام طرق مثلا ضبط الشهادة طرق الاستفادة من الشهادة طرق رد الشهادة أيضا مثلا في طيب و هم أخوذها من الأحكام الفقهية أكيد أكيد نعم هي مؤسسة يعني متعرف الإقرار والشهادة فصول في كتب الفقه و لها عاوة رضها مثلا مثلا في القضاء الجزائي ما يسمى إقرار يسمى اعتراف في القضاء المدني يسمى مثلا إقرار أيش الفرق بين الإقرار والشهادة الإقرار في بعض الناس و هذا يخطي كثير من أصحاب الحق الخاص و المجني عليهم يقول مثلا الثنين متهمين في القضية الأول اعترف على الثاني هذا منكر هذا ليش يقول لا اعتراف زميله عليه هذا ليس صحيح هو شهادة زميل لأن الإقرار والاعتراف هو إخبار عن نفسه يخبر واقع عن نفسه و ليس الفرق عن الشهادة يخبر واقع عن غيره لكن لازم ليخبر واقع عن غيره يصبح مركزه القانوني محايد عن القضية لكن لما يصبح هو طرف في القضية هو ما يعتبر محايد في القضية بالتالي يستغرب الناس ليش مثلا ما ضبطت الشهادة أو ليش ردت الشهادة نعم نعم طيب أنت ذكرت من ضمن طرق الإثبات في الحق العام ذكرت الاعتراف والإقرار والشهادة ذكرت الشهادة ذكرت تقارير الخبرة الخبرة تسمى حتى في الشرع أو في النظام سمية الخبرة أو تقارير الخبرة أيضا عندنا الكتابة المحررات الرسمية تصدر مثلا عن الموظفين مختصين أو تصدر عن إدارات مختصة مثل مثلا شهادة مثلا صادرة عن كتابة عدل سك شرعي يستند عليه أي شيء مكتوب من مقر عمل حضور مثلا قد يكون متهم بجناية في مدينة ما يجيب حجة غياب مثلا وهذا تسمى الكتابة و يمستند عليها أيضا فيه اليمين و اليمين أنا أحب أنوه إلى أنه بنص النظام في الدعوة الجزائية العامة و هذا مؤسس فقها حتى من قوى الشيخ الإسلام و غيره أنه لا تجوز في الدعوة العامة هذا في النظام و في الشرع يسمونها دعوة تهمة أو دعوة الحدود توجيه اليمين نعم بعض الناس بين الأصل الأصل براءة نعم الأصل براءة و الحق لله تعالى صحيح ليس حقا خاصا و حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة صحيح بل أنه يرغب في الإنكار كما فعلنا بصر الله سبحانه وتعالى ما أنزوا و غيره لكن هذا لازم يعني يكون له ميزان لازم الناس يعون مثلا في الدعوة العامة يقول ليش ما يحلفون ليش المدعالين ما طلبتها ما يجوز في نص النظام ما يجوز تحليف لكن حقك الخاص المترتب على هذا الحق العام بإمكانه لأن أصلا أنا أقول أنا أعتقد يعني رأي الشخص أعتقد أن الدعوة الجزائية الخاصة هي في حقيقتها دعوة مدنية وهي أنا أرى أنها مال أو تقول إلى مال نعم ولذلك و هذا الناس برضو يقومون فيه كثير لما يجي يقدم مثلا على المحكمة الجزائية و يطلب فيه دعوة جزائية و يطلب إذا أنت جاي مثلا واحد سرق سيارة أنت وش حقك منه التلفيات اللي في السيارة أو مثلا الخسارة اللي صارت على السيارة هذا حق مدني فلما يروح للقاضي و يطلب لازم يحرر طلباته و هذا شيء مهم سواء في الدعوة الجزائية أو غيرها لازم تحرر طلباتك عدم تحرير الطلبات أو عدم تحرير الدعوة موجب لصرف النظر عنها نعم فإذا طلب طلبين هذا شيء غير يعني الدائرة سترفض لأن قاضي الجزائي اختصاصه التعزير أو المعاقبة أو الجزاء فلما يطلب مثلا يقول أبي قيمة السيارة هذا ليس باختصاص القاضي الجزائي باختصاص قاضي آخر في محكمة اختصاص نوعي مختلف و هكذا لما مثلا قضية اختلاس بين رب العمل و عامل ثم يروح يقيم الدعوة الخاصة على هذا العامل في هذه الأموال اللي اختنسها هذا ليس باختصاص القاضي الجزائي اختصاص مثلا قاضي العمالي طيب حتى لو القاضي الجزائي حكم ضد هذا المتهم بأنه مثلا بالمعاقبة جزائه و معاقبته نعم يتعلم مثلا بالسجن بالغرامة بالتوبيخ بالعقوبات البديلة لكن ما يحكم عليه في الحق المدهة